معكم إياس بن طارق الياحية مشرف علوم الشرعية بمكتب التعليم بشمال الرياض نرحب بكم في هذه المادة تفسير ثلاثة وعندنا اليوم تفسير سورة النساء من الآية الستين إلى الآية ثلاثة وستين كتمهيد لهذا الموضوع لا بد أن نوضع أن الإسلام دين ودولة ونظام وحضارة ونظام متكامل ومنهج لهذه الحياة وهو يحقق العدل ويعطي كل ذي حق حقه ونحن في هذه البلاد المملكة العربية السعودية بحمد الله التي تفخر وتشرف بأنها اتخذت من كتاب الله سبحانه وتعالى والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم منهجا ودستورا ونظاما لها يقضي بها في جميع جوانب الحياة فكل من يتحاكم إلى غيره إلى غير هذه الشريعة وإلى غير هذا الدين يهبط من علياء شريعة الله سبحانه وتعالى بما فيها من كمال وعدل بما فيها من كمال وعدل إلى شريعة بها إلى شريعة بها بها نقص وبغي وعدوان كما قال الله سبحانه وتعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يقنون فأنظر بارك الله فيك كل من يتحاكم إلى غيره يهبط من علياء شريعة الله بما فيها من كمال وعدل إلى شريعة فيها من النقص والبغي والعدوان أشيء الكثير كما قال ربنا جل وعلا ومن أحسن من الله حكما لقوم يقنون هذه الآيات الكريمات يقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا هذه الآيات المباركات من سورة النساء ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت قيل في سبب نزول هذه الآيات أن نفرا من المنافقين اختصموا مع نفر من اليهود وأراد اليهود أن يتحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كونه يعلمون أنه لا يقبل الرشوة ويحكم بالحق فاعترض المنافقون الذين يزعمون ويدعون أنهم من المسلمين رفضوا التنازع والتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضلوا أن يتحاكموا إلى كاهن من جهينة وقيل أن المراد بذلك أن يهوديا اختصم مع مناثق وتحاكموا إلى كعب من الأشرف وقيل غير ذلك المهم أن هؤلاء الذين يزعمون أنهم مسلمين وأنهم مع المؤمنين وأنهم آمنوا برسالة الله سبحانه وتعالى وأظهروا خلاف ما يبطنون رفضوا التحاكم إلى شريعة الله سبحانه وتعالى ورغبوا أن يتحاكموا إلى الطاغوت وأرادوا أن يتحاكموا إلى الطاغوت وهو الذي قد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا إذا تذكرون أحبتي بارك الله فيكم عندما درسنا في مادة التوحيد الإسلام عرفنا بأنه الاستسلام لله بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله وعندما درسنا الإيمان أيضا في مادة التوحيد أحبتي قلنا الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان فدين الله سبحانه وتعالى ليس بالشعارات وليس بالإدعاء وإنما هو قول وعمل وتصديق فعلى سبيل المثال ما مناسبة هذه الآيات لما قبلها تذكرون الآيات التي كانت قبلها قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازأتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تويلا إذن ما مناسبة هذه الآيات ألم تر إلى الذين يزعمون بما قبلها الله سبحانه وتعالى في الآيات التي قبلها أمر الناس أن يحكموا بالعدل أمر الناس أن يحكموا بالعدل ثم في الآية التي تليها أمرنا جل وعلا نحن المسلمين أن نطيع الله سبحانه وتعالى ونطيع الرسول وكذلك أولي الأمر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول طاعة الله وطاعة الرسول وطاعة أولي الأمر هذه مناسبة الآيات لما قبلها فإذا كان من ضمن الأشياء طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والتحاكم إلى شريعة الله سبحانه وتعالى فإن هؤلاء المنافقين قد رفضوا التحاكم إلى شريعة الله سبحانه وتعالى كما في هذه الآيات نعم أيضا من المناسب ما هو موضوع هذه الآيات يعني ممكن نضع يعني أنت أخي الطالب ممكن تضع أي عنوان تراه مناسب لهذه الآيات تأمل بارك الله فيك ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم ما أنزل من قبلك والكلام عن المنافقين إذن ممكن ممكن أن يكون من ضمن المواضيع ممكن أن نقول مثلا أن هذا من صفات المنافقين مثلا يكون موضوع الآيات من صفات المنافقين وإن شئت مثلا نقول الإيمان قول وعمل وتصديق الإيمان قول وعمل وتصديق وممكن تضع أخي الطالب يعني أي موضوع قد يناسب هذه الآيات نعم بعد ذلك ذكر عندكم سبب نزول هذه الآيات فأخرج بن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رجال يدعون الإسلام فدعاهم رجال من قومه من المسلمين في خصومة بينهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعوهم إلى من؟ إلى الكهان حكم طاغوت وكما بينا وقلنا أن تعريف الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد الاستسلام أنك تنقاد بكليتك لله سبحانه وتعالى في جميع شؤون حياتك الاستسلام لله بالتوحيد لا تعبدوا غيره والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله وتأمن لما قلنا في تعريف الإيمان هو قول باللسان فقط لا وليس الدعاء فقط هذا ما يظنه المنافقون ولذلك أصبحوا منافقين لأنهم يظهرون خلاف ما يبطنون أما نحن المسلمين فنقول قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان والجوارح نعم فأنزل الله سبحانه وتعالى فيهم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وأخرج ابن جريق قول آخر عن الشعبي قال كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين خصومة فقال اليهودي وحاكمك انظر أخي الطالب اليهودي ماذا يقول وهو ليس على دين الإسلام وحاكمك إلى أهل دينك أو قال إلى النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لأنه لا يأخذ الرشوة في الحكم لأنه لا يأخذ الرشوة في الحكم فاختلف واتفق على أن يأتي كاهنا في جهينة فنزلت هذه الآيات نعم عندنا الآن معاني الكلمات في هذا المقطع فأولا يزعمون أن يقولون كاذبين والزعم دائما هو خلاف الحقيقة وهذا التعبير يأتي في القرآن كثيرا ويقصد به أنهم يدعون أن يظهرون هذا الشيء وهو خلاف ما يبطنون يصدون عنك أي إذا أتى حكم الله سبحانه وتعالى أتى حكم الله في أي أمر من الأمور وكان في هذا الأمر يعني نقص في جانب ما فإنك تجد هؤلاء المنافقين يصدون عن هذا الدين ويعرضون بالكلية والمنافقون ليس أمرا جديدا عليهم فكما نعلم يعني من التاريخ أنهم خذلوا النبي صلى الله عليه وسلم أولا في غزوة أحد فرأس المنافقين هو عبد الله بن لبي بن سلول رجع بثلث الجيش وفي غزوة تبوك كما نعلم أن لما أرادوا أن يخرجوا وكان في وقت حر وكان في ذلك الوقت أو الوقت الحر اللي هو وقت قطف الثمار وكانوا أهل مزارع وهل بساتين فلم يريدوا أن يخسروا أموالهم ويخسروا ثمارهم فأتوا إلى نبي صلى الله عليه وسلم واعتذروا عن الجهاد في سبيله بأعذار منهم من قال إذن لي ولا تفتني فقال الله سبحانه وتعالى ألا في الفتنة سقط وإن جهنم لمحيطة بالكافرين وهذا دأب المنافقين دائما وأبدا يبحثون عن مصالحهم الشخصية ولا ينتظرون رضا الله سبحانه وتعالى فإن كان الأمر في ساعة أتوا كي يغتنموا ما أرادوا وإن كان في ضر يعني يفرحون بما أصاب المسلمين في ذلك وأيضا في غزوة الخندق والنبي صلى الله عليه وسلم قد تآمر عليه قريش وحلفاؤهم وحاصروا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق ويجهد والحالة يعني حالة رعب للجميع أعداد كبيرة يعني كانت حول المدينة حتى يعني وبلغت القلوب الحناجر كما في تعبير القرآن وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنون يعني هنا يعني في ذلك الموضع أتى بعض المنافقين الذين كانوا مندسين عند بعض المسلمين وقالوا محمد يضرب الحجر ويقول أعطيتم مفاتيح فارس وأعطيتم مفاتيح مصر وغيرها وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته فالله سبحانه وتعالى فضح هؤلاء المنافقين في آيات كثيرة ومن أكثر السور التي يعني أوضحت يعني عوارهم وحقيقتهم هي سورة التوبة ولذلك سميت بالفاضحة لأنها فضحت المنافقين جاءوا يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا يعني لما أتوا يعتذرون لما بين الله سبحانه وتعالى حالهم وأنهم هؤلاء منافقون ويزعمون وليسوا بمؤمنين حقا أتوا ويعتذرون النبي صلى الله عليه وسلم وهذا دائما يأتون ويعتذرون بعد ذلك وأسهل شيء أنهم يحلفون يحلفون بالله يقولون والله كذا وكذا أردنا كذا فيقولون في هذه الآية أردنا إحسان الإحسان والتوفيق أردنا أن نوافق بين المتخاصمين وأن لا تحدث بينهم خصومة فبين الله سبحانه وتعالى أن التوجيه للنبي صلى الله عليه وسلم بمعاملتهم بكيف فأعرض عنهم أي أعرض عن قبول اعتذارهم فأعرض عنهم وعظهم آطهم يا محمد الموعظة الحسنة التي تبين خطورة ما هم فيه وأنهم قريبون للكفر وأن النفاق أن المنافقين هم أشد الناس عذابا يوم القيامة إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا أي قولا مؤثرا تبين لهم عاقبة نفاقهم في الدنيا والآخرة هذه الآيات تشتمل على الكثير من الأحكام والفوائد منها منها بيان أن الدعاء الإيمان لا يفيد إذا ناقضه الفعل كما ذكرنا الإيمان قول وتصديق وعمل ليس قول فقط من الفوائد أيضا وجوب التحاكم إلى شريعة الله سبحانه وتعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ورد كل ما خالفها واعتقاد أن التشريع حق لله الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق وهو الأعلم بما هو أصلح لهم في دينهم ومعاشهم معاقبة أمرهم لا يشرك معه غيره كما قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله أيضا من فوائد هذه الآيات وأحكامها عدم التحاكم إلى القوانين الوضعية المخالفة لحكم الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما إذن لا يؤمن لا نؤمن حتى نحكم الله سبحانه وتعالى شريعة الله سبحانه وتعالى فيما شجر بيننا ولا نجد في أنفسنا حرجا من هذا القضاء ونسلم تسليما هذا هو الواجب وهذا هو المراد في هذه الآيات نعم بعد ذلك يعني عندنا هنا نشاط جيد نتشارك في حله ذكرت الآيات وسائل إصلاح للمنافقين ذكرت وسائل إصلاح للمنافقين نذكر شيء منها اللي هي في ختام الآيات فأعرض عنهم الإعراض فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا هذا هو يعني شيء من وسائل الإصلاح للمنافقين والعصات نعم في نشاط آخر أخي الطالب من أي شيء كان التعجب الوارد في قوله تعالى ألم ترى إلى الذين يزعمون تأمل قليلا تأمل ما هو من أي شيء كان التعجب الوارد في قوله تعالى ألم ترى إلى الذين يزعمون التعجب الوارد أخي الكريم هو من كيف يستبدلون حكم الله سبحانه وتعالى الحكم الكامل من خالق الخلق أجمعين إلى يعني بديل آخر فيه من النقص الشي الكثير إذن من أي شيء كانت تعجب الوالد في قوله تعالى ألم ترى الذين يزعمون إليه قضية استبدالهم استبدالهم شرع الله بغيرة استبدالهم شرع الله بغيرة أيضا نعم نأتي أيضا هنا نشاط أيضا يعني مفيد جيد أننا نتشارك أيضا في حلة ضع إشارة صح أمام الخيار الصحيح فيما يأتي نقول هذه عبارات هل هي صحيحة ودلت عليها الآيات صحيحة ولم تدل عليها الآيات غير صحيحة وجوب الحكم بين الناس بالعدل ما رأيكم لا شك أن هذه العبارة أنها صحيحة ولكن هل دلت عليها الآيات دلت عليها الآية في المقطع السابق إذن نضع هنا علامة علامة صح طيب السؤال الثاني أو العبارة الأخرى عقوبة المنافق القتل هل هي صحيحة ودلت عليها الآيات أم صحيحة ولم تدل عليها الآيات أم غير صحيحة ما رأيكم الصحيحة أنها غير صحيحة مجرد ادعاء الإيمان لا يفيد صاحبه هذه العبارة صحيحة ودلت عليها الآيات ممكن أن تأخذ طالب تضع بعض العبارات يعني التي يعني شيء منها يعني صحيحة ودلت عليها الآيات يعني مثلا ممكن نقول الله يعلم بالضمائر ممكن أيضا هذا عبارة صحيحة ودلت عليها الآيات ممكن تضع عبارة صحيحة ولكن مثلا لم تدل عليها الآيات منها مثلا وجوب طاعة ولي الأمر نعم وممكن أيضا تضع عبارة يعني غير صحيحة كأن نقول مثلا أن المنافق لا يناصح هذه يعني تدريب ونشاط يعني مهم وجيد يعني أننا نحلها في البيت طيب نأتي الآن يعني هذا التقويم وهو ختام الدرس ما معنى قول الله تعالى أولئك الذين يعلموا ما في قلوبهم لا شك أن معنى قوله تعالى أولئك الذين يعلموا ما في قلوبهم أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليهم وأنه يعلم بأن ما أظهروه ليس هو ما يبطنوه أيضا على ما يدل قوله تعالى قوله تعالى ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا الشيطان يريد من هؤلاء المنافقين ويريد من كل البشر أن ينحرفوا عن مسار اتباع شريعة الله سبحانه وتعالى إلى مسار الشيطان والأحكام الأخرى ورد في صفات يعني دون ما ورد من صفات المنافقين يعني لا شك أنه يعني زعمهم التحاكم وأنهم من المسلمين وراء سبحانه وتعالى بيّن بأن هذه الصفة ليست يعني من صفات المنافقين أنهم يظهرون أنهم يظهرون خلاف ما يبطلون وأنهم يظهرون الود والسلام ويبطلون العداوة والبغضاء وإن تمنوا يتمنوا يعني هزيمة المسلمين ودائما يغلبون مصالحهم الشخصية على يعني مصالح العباد ولذلك حتى يعني في ذلك في غزوة الخندق بل ظننتم كما قال تعالى بل ظننتم ألا ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا أي قوما هالكين ليس لكم يعني من الحق شيء هذا باختصار شديد يعني شرح وتفسير لهذه الآيات نسأل الله سبحانه وتبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا